قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم حصل أن كفار مكة أرادوا إعادة بناء الكعبة لأن الكعبة تهدم منها شيء بسبب السيول بسبب الحجاج فأرادوا أن يبنوا الكعبة نعم يجدد البناء يعني نعم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم حصل أن كفار مكة أرادوا إعادة بناء الكعبة تجتمعوا على تجديد بناء الكعبة ودعوا يبنوا في الكعبة حتى وصلوا إلى الحجر الأسود واختلفوا تنازعوا وكادوا يقتتلوا فيما بينهم على من الذي له هذا الفضل بأن يضع الحجر الأسود نعم 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 وَأَمَنْ كُلُ تَبْتَيْهَا الْحَجْرَ الْأَشْوَدْ فِي وَصَّفِهِ وَأَمَنْ كُلُ قَبِيلَ تَأْخُذْ مِنْ طَرَفْ وُتَحْمِل رفعوا حتى قربوا من مكان ثم عليه الصلاة والسلام وضعه بيده وَأَمَنْ كُلُ قَبِيلَ تَبْتَيْهَا الْحَجْرَ 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 الْحَجْرِ